قليد الغرب وبعد أربع سنوات من قرار إلغاء الخلافة جاء أول تحرك لاستعادة الخلافة على يد الشيخ الشاب حسن البنة في مصر فأسس جماعة الإخوان المسلمين نعم تخيلوا هي نفسها الآن التي صارت مصنفة في قائمة الإرهاب بعدة الدول العربية وليس غربية للأسف وضع البنة خطة عملية لتحضير الشعوب لتستعيد قوتها وكرامتها وتؤسس للخلافة من الصفر وكان يتجول في إنحاء مصر ليؤسس جمعيات شبابية لتكون نوال المشروع ثم انطلقت الفكر إلى الخارج ونشأت جماعات أخرى تحمل نفس الرسالة في بقية الدول الإسلامية بقية القصة معروفة طبعا تم اغتيال البنة وكان لسه عمره 43 سنة ولاحقت الحكومات العلمانية الجماعة في كل مكان وطبعا هناك جدل طويل حول مسؤولية الجماعة عن العنف والاغتيالات في تلك المرحلة ولن نخوض الآن في هذا الأمر لأن لكل طرف روايته لكن اتضح في النهائي أن أهداف جماعة الإخوان كانت سامية وربما وسائلها كانت فيها الكثير من الرومانسية أما الأدوات فكانت ضعيفة للغاية وخصوصا بالقياس إلى أدوات الخصوم سواء الحكومات التي رباها الاحتلال على يده أو الغرب الذي بات يسيطر على العالم كله وهذا ينطبق تحديدا على كل الجماعات التي حملت السلاح سواء من داخل الإخوان أو المنشقة عنها أو المتأثرة برسالتها يبدو أن العرب ما كانوا لسا متحررين من الصدمة ولديهم بقايا العنفوان والعزيمة ولستم بحاجة لتعرفوا ما الذي انتهت إليه جماعة الإخوان الآن بغض النظر عن أخطائها التراكمية الكارثية الآن الجماعة صارت خارج الزمان تماما وليس فقط خارج المشهد السياسي بعد انقلاب السيسي وأعلانها حركة إرهابية في عدد